تطورات ومستجدات نوعية غاية في الخطورة تشهدها الأزمة الأوكرانية ويخشى العالم أن تتسبب تلك التطورات بمزيد من الغرق في وحل الكوارث الأمنية والاقتصادية وما تضمنه خطاب رئيس روسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه بقادة وزارة الدفاع أكبر دليل على استمرار الصراع إلى أجل غير معلوم بوتين أعلن عن نقاط عدة مهمة تتعلق باستراتيجية الجيش الروسي التسليحية والتطويرية لمواجهة الغرب وأهمها على الإطلاق التعهد بالمحافظة على توازن الردع النووي ومواصلة دعم القدرات النووية الروسية ورفع الاستعداد القتالي للقوات النووية وتطوير أسلحة فرط صوتية لا مثيل لها على مستوى العالم مع إدخال صواريخ ثارمات العابرة للقرات الخدمة بجيش الروسي والأعلان عن إدخال صواريخ تساركون الفرط صوتية الخدمة في أول يناير المقبل فضلاً أعد العمل على تحقيق أهداف روسيا العسكرية كاملة في أوكرانيا في المقابل ومع مرور ثلاثمائة يوم على الأزمة واستضافت الرئيس الأوكراني فلوديمير زينيسكي في البيت الأبيض تصر الولايات المتحدة على مواصلة دعم أوكرانيا طالما كان الأمر ضرورياً لكييف وهو ما جاء على لسان رئيس الأمريكي جو بايدن الذي زعم أن أنظمة بطاريات باتريوت للدفاع الجوي دفاعية فقط ولا تمثل أي تصعيد ضد روسيا قد يكلف العالم الكثير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان قد أعلن عن تخصيص بلاده حزمة مساعدات جديدة بمليار وثمانمائة وخمسين مليون دولار تحتوي لأول مرة على منظومات سواريخ باتريوت وهي أنظمة معقدة وضقيقة ومكلفة وتوصف بأنها المعيار الذهبي لدفاع الجوي في الولايات المتحدة كما تشمل الحزمة ذخائر دقيقة التوجيه ما سيلعب دورا كبيرا في الحرب يمثل القصف المستمر للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا التهديد الأقوى لروسيا الآن حيث يجعل الشتاء أكثر برودة على أمل إضعاف الروح المعنوية الأوكرانية ولكن يمكن لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت اعتراض عدد كبير من الصواريخ الروسية والطائرات الهجومية بدون طيار كما أن باتريوت هي أيضا علامة على أن أفضل تكنولوجيا لحلف الناتو مضطروحة على الطاولة لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب أو على الأقل كبح جماح روسيا